استشهد ثمانية عشر مدنياً وأصيب نحو ثلاثين آخرين بقصفٍ جويٍ متجدد طال عدة أحياء سكنية وأفاد مراسلنا أن غارةً جوية ضاربت خلال الصباح مشفى ميداني في حي المعادي ما تسبب بخروج معظم أقسام المشفى عن العمل إضافةً لأضرارٍ مدية كبيرة في سيارات الإسعاف والمعدات الطبية داخل المشفى طير النظام وسعى قصفه على أحياء مدينة حلب حيث تعرضت أحياء المعادي والمرجى ومساكن الفردوس لغاراتٍ عدة استهدفت الأبنية السكنية كما قصفت الطائرات منطقة باب النصر في حلب القديمة ما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين ونشوب حرائق وأضرار مادية في الممتلكات هنا حلب وما يحدث في هذه المدينة لم يسبق للتاريخ أن سجل مثله طائرة حربية قصفت المشفى الميداني الذي يعالج فيه الحلبيين في حي المعادي صبيحة جمعة اليوم الجرح ومن يسعفهم ومن يداويهم هدفاً للطائرات الحربية التي لا تفارق سماء المدينة المنكوبة أضرار كبيرة أصابت سيارات الإسعاف والمعدات الطبية داخل أرويقة المشفى ناشطون إعلاميون وثقوا أيضاً استهداف عشرين نقطة مدنية منذ الليلة الماضية أحياء المعادي ومساكن الفردوس والكلاسة وغيرها تعرضت لقصف عنيف بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة نحو ستة وثلاثين طائرة تناوبت على قصف مختلف أحياء المدينة خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية يصعب هنا تحديد حصيلة الشهداء النهائية مع ارتفاع أعداد المصابين هنا تعتلي أنقاض المباني أجساد المدنيين في حين تسعى فرق الإنقاذ بالدفاع المدني جاهدة إلى التخفيف من ألم الجرحى والعالقين تحت الأنقاض تعود إذن حلب لتتصدر المشهد الدموي في سوريا تزامنا مع استمرار قطع الشريان الوحيد الذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية بفعل الهجمة العسكرية الشريسة لقوات النظام على محيط الكاستيلو وهو الطريق الوحيد الذي يصل المدينة بأريافها ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب مراسلنا من حلب باسل أبو حمزة باسل مرحبا بك ما هي حصيلة ضحايا القصف المتجدد على حلب وكيف يبدو المشهد الآن في المدينة تحياتي لك أصلا طبعا يوم دامي يمر على مدينة حلب وأهالي مدينة حلب طبعا أكثر من سبعون غارة جوية على أحياء المدينة عداك عن البراميل المتفجرة والألغام البحرية التي ترميها الطائرات المروحية طبعا حتى هذه اللحظة خمسون شهيدا في مدينة حلب وريفها قضوا بالقصف على الأحياء السكنية لا تزال حتى هذه اللحظة الطائرات تحاول مجددا ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين من أهالي المدينة طبعا أصلا من الشمال الشرقي وصولا إلى المناطق الوسطى مرورا بالمناطق الوسطى وصولا إلى المناطق الجنوبية الغربية من مدينة حلب كلها تعرضت للقصف نذكر الأحياء التي شهدت اليوم قصفا عنيفا ومجازر بحق أهالي المدينة طبعا هناك حي مساكن الفردوس الذي تعرض لستة غارات أسفرت عن عشرة شهداء وعشرات الجرحة بين صفوف المدنيين أيضا حي الصالحين الذي تعرض لأكثر من برميل متفجر ما يقارب الأربعة براميل متفجرة بالإضافة للألغام البحرية طبعا عالقين تحت الأنقاض عائلتان بأكملهما فرق الدفاع المدني حتى هذه اللحظة لم تمتهي من إخراج العالقين وأيضا حي السكري وأيضا حي المعادي الذي قصف فيه مشفى ميداني طبعا أصلا النظام يكثف غاراته على الأماكن الحيوية كالمشافي والمستودعات الإغاثة في مدينة حلب وأيضا اليوم المسجد مشفى عمر بن عبد العزيز الذي خرج اليوم عن الخدمة بشكل كامل نتيجة تعرضه لأكثر من غارة في الأيام القليلة الماضية وأيضا اليوم تعرض لغارة جوية وأيضا الطيران المروحي ألقى الألغام البحرية أكثر من عشرة ألغام بحرية على المشفى مما أخرجه بشكل كامل عن الخدمة واستشهاد طفلة بداخله وإصابة عدد كبير من الكادر الطبي وأيضا هناك مصابين أصبح بعضهم في حالة خطرة نتيجة إصابته مرة أخرى طبعا الحالة مأساوية هنا في مدينة حلب لا يمكن وصف هذا الواقع من القصف الجنوني الذي ينتهجه النظام وحلفائه الروس طيب باسل حدثنا عن أوضاع الأهالي وكيف تبدو أسواق المدينة مع استمرار أغلاق طريق الكاستيلو طبعا أصلا كما قلت لك في ظل هذا القصف العنيف على أحياء المدينة والشوارع الفارغة من السكان لا يستطيع السكان النزول إلى الشوارع وحتى الأسواق الفارغة هي بالأصل لا يوجد بها خضار أو أي شيء طبعا الحياة اعتاد عليها هكذا أهالي سكان مدينة حلب ولكن النظام يكثف الآن غارته في ظل الحصار الناري الذي يطبقه على طريق الكاستيلو حالة مأساوية وصل إليها أهالي سكان حلب مزيد من القتل ومزيد من الغارات الجوية طبعا مزيد من الجرحى الذي يصعب خروجهم خارج إلى المشافئة التركية أو المشافئة المتواجدة بالريف عجز كبير بالمشافئة التي تتواجد في المدينة بسبب استهداف بعضها وخروج بعضها عن الخدمة وأيضا عدم استيعاب بعض بعض المشافئة للعداد الهائلة التي تصل نتيجة القصف طبعا عشرات الجرحى يوميا طبعا الحالة مأساوية أصلا لا يمكن وصفها بالكلام مراسلنا من حلبسل أبو حمزة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر